تصدر موضوع سلسلة الرتب والرواتب المؤتمر السحفي الذي عقدته الهيئة الاقتصادية تحت عنوان كي يبقى لنا اقتصاد فجددت رفضها إحالة السلسلة انطلاقا من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصالح جميع اللبنانيين أي تحسين في رواتب العاملين مع تراجع النمو في الاقتصاد الوطني والزياد العيز المالي للدولة لن تفقد الرواتب كمتها الحقيقية فقط بل ستؤدي آثارها المصاحبة إلى نتائج سيئة على الاقتصاد الكلي وغايتنا هي منع الانزلاق إلى حالة شبيهة بحال بعض الدول التي تورطت بالانفاق الغير المدروس وبادت تواجه عزا هائلا في ميزانيتها رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناع محمد شقاير الذي طالب الحكومة بإلغاء قرار السلسلة أتبر أن هناك تفسيرا واحدا للإصرار على المضي في هذه السلسلة وهو المزايدات السياسية لتسجيل نقاط يسقط بنتيجتها الاقتصاد بالضربة القاضية أن الحوار الجدي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول ونحن اليوم ندعو إلى حوار مشروط لكنه حوار مشروط إلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والجلوس على طاولة حوار من أجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد وتحقق النمو كما حذر كل من رئيس جمعية الصناعيين نعمة فرام ورئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس من الانهيار الكبير في هذا الظرف الدقيق والحرج مناشدين رئيس الجمهورية للتدخل